ايه تاني من المبادئ؟ مش عايزة أسترسل في جزء معين عشان ما يفوتناش مبادئ كتير عايزة المشاهد يستفيد على قد ما يقدر منك احنا قريزي بنحكي في المبادئ وبقولك على المكتوب هنا وعايزة أقول كمان عن القواعد القواعد احنا ساعات بنحطها بطريقة على اعتبار انها هي القواعد اللي احنا محتاجين نتبعها وده حقيقي لكن احنا القواعد محطوطة عشان تساعدنا مش عشان تمشينا بس بمعنى ايه؟ بمعنى؟ مش القاعدة للقاعدة لازم يكون فيها شوية مرونة فلو ابنك النهاردة مطش مصر مثلا وانتو متفقين انه لازم هيخلص الواجب اللي عليه ومخلص كل الواجب وعمال عايزة يشوف كل مصر نازلة تشوف المطش صح صح يعني شوية مرونة شوية تفاهم والقواعد مش بنحطها واحنا متعصبين او غضبانين واحنا قاعدين عالكنبة بنكل فشار بنتفق احنا عندنا مشكلة في الموبايل خلي بالك ايه اللي ممكن نعمله وخلي ابني يشترك في وضع القاعدة فده بيخلي يتجاوب بصورة افضل صحيح صحيح لما بيبقى القرار طالع منه هو زي كده بالزبط لما احيانا بيقال انه بخياريه في نوع العقاب خياريه في نوع العقاب تحب تتحارم من التلفزيزيو او تحب تتحارم من الخروج مثلا ولا تحب تتحارم من الموبايل ياس مثلا في حاجة كمان في المبادئ دياتلي علاقة بالمقارنة ابنك مش زي حد ده حقيقي ولا حتى زي اخوه ولو اخو ده التوقم اللي جاي في نفس الوقت من نفس البطن من نفس الاب صح كل واحد ليه شخصيته صحيح بحس بالنقص بحس بقلة الحيلة بحس بالاحباط لو انا دايما حاسس ان انا مش بحقق او انا مش زي حد فعلا المقارنة من اسوأ من اسوأ الافعال اللي ممكن اي ام او اي اب او اي انسان يعملها يعني حتى لو ده لو جوزك قرنك بستة تانية هتتضايق حتتضايق ما بالك بقى لو انتي قرنت ابنك بولد تاني او قرنت بنتك ببنت تانية بحقه شكرا